السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات تحية طيبة لكم يوم الأربعاء السابع من شهر زبتمبا 2022 جولة سريعة لأهم أخبار ألمانيا في البداية أصدقائي شكرا لكل من سأل عني لأنه يوم أمس لم أستطيع أن أعمل فيديو هذا اليوم أيضا الفيديو شيئا ما متأخر السبب أصدقائي هو أنه يوم أمس وهذا اليوم كان عندي دوام كتير في العمل وعمل كتير أصدقائي فلم أستطيع بعدها أن أنشر فيديو المهم أصدقائي سوف نمر بعجالة حول الأخبار العجلة التي تتكلم عنها ألمانيا كي تكون دائما على معرفة بكل شيء وبطبيعة الحال من مصادر موتوقة نمر أصدقائي إلى الخبر الأول الآن أصدقائي بعد الانتقادات الشديدة التي وجهت للحكومة الألمانية لأن الحكومة الألمانية ومستشار ألمانيا بالحزمة الثالثة للمساعدات أقر وأقرت الحكومة برفع مرتب الأطفال كيندغيلد الذي يحصل عليه الأطفال من فاميليين كاس وهو مخصص لجميع الأطفال في ألمانيا خصوصا من عندهم إقامة أو الأطفال الذين عندهم جنسية ألمانية أو الأطفال من العائلات التي عندها إقامة المهم أصدقائي نعلم أصدقائي بأن مستشار ألمانيا أعلن بأن الطفل الأول سوف يزداد الكيندغيلد بـ 18 يورو شهرياً بداية من سنة 2022 والطفل الثاني أيضاً 18 يورو لسنة 2023 لكن جاءت انتقادات لماذا الطفل الثالث لن يتم زيادة أيضاً مرتبه الآن وبسبب الضغوطات وفقت الحكومة على زيادة أيضاً راتب الطفل الثالث بذلك سوف يصبح كيندغيلد بداية من سنة 2023 الطفل الأول سوف يحصل على 237 يورو الطفل الثاني على 237 يورو الطفل الثالث على 237 يورو والطفل الرابع سوف يحصل على 250 يورو إلى آخره يعني الطفل الخامس أيضاً 250 يورو الطفل السادس 250 يورو هذه الزيادة سوف تكون بداية من سنة 2023 خبر آخر تتكلم عنه جميع الصحف الألمانية هو إعلان ورغبة جميع الشركات الألمانية زيادة الزيادة في معاملاتها وزيادة ثمن البضائع يعني سوف يحصل غلاء كبير أصدقائي الأتمينة سوف ترتفع هذا ما أعلنت عنه مؤسسة إيفو الاقتصادية التي قامت باستطلاع للرأي وضراسة حول هذا الأمر واستطلاع للرأي مع مجموعة كبيرة من الشركات وأعلن نصف الشركات الألمانية بأنهم سوف يقومون بالشهر المقبل وبالثلاثة أشهر المقبلة أنهم سوف يقومون برفع أسعارهم هذا يعني بأنه سوف يحصل بالأيام المقبلة غلاء كبير بمجموعة كبيرة من الأمور يعني الأشياء كثيرة بخصوص الأكل بخصوص الشرب بالسوبر ماركت أو حتى مثلا بالمواصلات بالنقل أو اشتراكات شهرية لنادي رياضي أو لشركة التواء المواصل يعني شركة تيليكوم أو شركة كذا وكذا للهاتف أو الإنترنت أو بطاقات القطار بطاقات المواصلات يعني تقريبا كل الشركات سوف تقوم برفع الأتمينة بسبب التضخم وبسبب الغلاء وبسبب الحرب الواقعة بأوكرانيا هذا الأمر صعب جدا يعني على الناس حتى أنه الناس لن تستفيد ولن تحس حتى بالرفع الحد الأدنى للأجور الذي سوف يصبح بداية من شهر عشر هو 12 يورو ستزداد أيضا الأتمينة في كل شيء ولن يحس الناس بأي زيادة للأسف نتمنى تدخل الحكومة ومراقبة الأسعار وإعادة النظر بالشأن الاقتصادي كي يعود التوازن أيضا لعملة اليورو ونريد نظرة اقتصادية حقيقية لإنقاذ الاقتصاد الألماني وإنقاذ الطبق الوسطى والفقيرة من هذا الغلاء الفاحش أيضا أصدقائي هذا اليوم كانت جلسة قوية وساخنة جدا بالبرلماني الألماني من تشاهدونه بالصورة هو السيد ميغتس وهو رئيس حزب تسي جي او وهو أكبر حزب معارض في ألمانيا تكلم هذا اليوم بقوة في البرلمان الألماني انتقد الحكومة الألمانية بشكل كبير انتقد أيضا السيد ميغتس انتقد مستشار ألمانيا وأيضا انتقد وزير الاقتصاد الألماني وزير الاقتصاد الألماني لا يرغب بتمديد عمل المفاعلات النووية فقط مددها فقط كحقيات إلى غاية الشهر الرابع 2023 بحيث أن وزير الاقتصاد يقول إذا مثلا كانت هناك أزمة في الكهرباء هناك يمكن التوجه إلى أخذ الطاقة الكهربائية من المفاعلات النووية هذا الأمر غضب منه السيد ميغتس وقال السيد ميغتس هذا الأمر لا يجب أن يكون يجب تمديد عمل المفاعلات النووية لسنة أو لسنتين لضمان الكهرباء لألمانيا وتهجم أيضا على مستشار ألمانيا وقال لمستشار ألمانيا أوقف هذا الجنون أوقف هذا الأمر أنقذ ألمانيا ألمانيا مهددة بأن تكون عندها أزمة للكهرباء ومهددة بأن يحصل لها يعني يحصل إنهيار للكهرباء إذا لم يتم تمديد عمل المفاعلات النووية مستشار ألمانيا رفض هذا الأمر ودافع بقوة على منهجه ودافع بقوة على حكومته وقال بأن ألمانيا لا يعني لا يجب أن نخاف عليها ألمانيا مستعدة لكل الإحتمالات ألمانيا سوف تنجح بكل الصراعات وكل التحديات الشعب الألماني قادر أن ينجح بكل التحديات والشعب الألماني لا يخاف من التحديات وقال أيضا مستشار ألمانيا موجها كلامه إلى السيد ميعتز قال له أوقف هذه الأمور التي تقوم بها لأنها تؤدي فقط إلى انقسام داخل المجتمع الألماني وإدخال الشكوك والخوف بالمجتمع الألماني أيضا أصدقائي خبر آخر لوحدة مؤخرا بأن ألمانيا أصبحت تعتمد بشكل كبير على إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق الفحم أصدقائي والآن أيضا ألمانيا تنتج تقريبا 48.5% يعني تقريبا نصف ما تنتجه ألمانيا من الكهرباء يأتي من الطاقة النظيفة وهذا أيضا خبر جميل وخبر رائع بأن ألمانيا تعتمد بنصف احتياجاتها للكهرباء على الطاقة النظيفة لكن ألمانيا تنتج تقريبا 6% من كهربائها تأتي من الطاقة النووية كانت فيما قبل سنة 12.4% الآن فقط 6% ولذلك السيد ميرس وخصوصا المعارضة يقولون بأن هذه الستة بالمئة يجب الآن أن تستمر لكن وزير الاقتصاد من حزب الخضر يرغب بإنهاء هذا الأمر وإنهاء عمل المفاعلات النووية قريبا ما زال الخلاف أصدقائي بين المقاطعات وبين الحكومة الألمانية حول تمديد بطاقة التسعة يورو أو إيجاد بديل لبطاقة التسعة يورو ما زالوا لم يتفقوا لا يعرف متى يمكن أن يأتي البديل الحكومة الألمانية اقترحت بأنها يمكن أن تقدم سنويا مليار وخمسمائة مليون يورو للبطاقة الجديدة وطلبت من المقاطعات الألمانية أن يدفعوا نصف المبلغ لكن المقاطعات الألمانية تقول بأنها ليس عندها السيولة المالية وأنها لا تستطيع أن تدفع شيء يعني ما زالوا يتعاركون ما زالوا يتصارعون ما زالوا يناقشون المسألة المالية مثلا رئيسة مقاطعة زارلند قالت بأنه أنه زارلند لم يعد عندها أموال كافية كي تدعمها مثلا هذا المشروع وتطلب يعني جميع المقاطعات الألمانية ما زالوا يضغطون على الحكومة الألمانية بأن الحكومة الألمانية هي من تتكفل وتتحمل بشكل كبير نفقة البطاقة البديلة أتمنى أن يتفقوا بسرعة أتمنى أن يجدوا حلولا بسرعة أتمنى أن لا يكتروا من الخلافات لا يكتروا من الصراعات لا يكتروا من الخصامات لأن الغلاء فاحش بطاقات القطار وبطاقات المواصلات بالمدن وبألمانيا أصبحت غالية للغاية الناس لم يعود عندها السيولة الكافية فأتمنى أن يسرعوا هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل أن يجدوا حلا بسرعة لبديل لبطاقة التسعة يورو تكون مناسبة فلا نريد خلافات وخصامات إلى آخر لأنه نعرف كلنا بأن الانتخابات قريبة في مقاطعة نيدا زاكسن انتخابات برلمانية مهمة هناك لذلك الآن كل حزب سوف يبرز بأفكار جديدة الشعب وسكان ألمانيا لا يحتاجون إلى كترة الأفكار وكترة الاقتراحات الناس في هذه الأزمة وفي هذه الضرفية يحتاجون إلى حلول سريعة يحتاجون إلى قرارات سريعة ولا نحتاج إلى مئة ألف رأي ويتأجل الأمر ويتأجل الأمر نريد قرارات سريعة نريد مئة ألف رأي لكن نريد رأي واحد يؤخذ بعانا الاعتبار ويتم دراسته ويتم التقرير له بسرعة وإتباته بسرعة لأنه لو ضل الوضع على ما هو عليه البطاقة الجديدة الرخيصة التي ستعود التسعة يورو ممكن أن تأتي حتى سنة 2023 لأنه كترة الاقتراحات وكترة الآراء وهذا كل واحد يقول رأيه والآخر يعقب على رأيه وتمشي ويمشي الموضوع شهر وشهرين وهم فقط كل واحد يقدم رأيه نريد حلول نريد قرارا سريعا وبسرعة وبطاقة سريعة هذه السنة إن شاء الله من أجل مصلحة المواطنين ومصلحة الطبقة الفقيرة والمتوسطة شكرا لكم أصدقائي كانت هذه أهم أخبار ألمانيا شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء